كيف تفكى حظر شخص من الماسنجر في الرسائل والمكالمات وكما الفيسبوك؟ هذا موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور نهاردة كده اقولك على مكان الحظر في الماسنجر يعني انا حذرت شخص من المكالمات والرسائل وكما على الفيسبوك انا النهاردة اقولك كيف تفكى حظر هذا الشخص وكما قيمة الاشخاص المحظورين في الماسنجر قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو لو اول مرشو في قناتي تعمل اشتراك في القناة ولو عندك اي مشكلة او اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وكمان هسيب لك قيمة تشغيل الفيسبوك وفيها كل ما يخص الفيسبوك بتلاقي في قيمة تشغيل في تعليق مسبت يلا بينا نروح مع بعض على الماسنجر ببدأ افتح الماسنجر بالشكل ده وبعدين ببدأ اضغط على الثلاث شورات الاعلى من الثلاث شورات ببدأ ان انا يظهر لي القيمة دي بضغط على علامة الترس علامة الاعدادات ببدأ اختارها من هنا طبعا بيجي لك الاعدادات بتبدأ انت اتعدل بقى وتعمل الاعدادات على الماسنجر بتاعك ببدأ ان انا انزل باختار حاجة معايا اسمها الخصوصية والسلامة بضغط عليه من الخصوصية والسلامة هتلاقي جهات الاتصال المخفية لانا عملت لهم اخفاء اه افل التطبيق والدردشات المشفرة يعني بتلاقي شوية اعدادات كده وشوية اه يعني بتبدأ انت اتغيرهم بتبدأ منها الحسابات المقيضة وبرضو الحسابات المحزورة ببدأ نضغط على الحسابات المحزورة من هنا بيظهر لك كل الحسابات المحزورة اللي انت عملت لها حظر الرسائل المكالمات وكمان على الفيسبوك في حالة ان انا عاوزة اه يعني الغي الحساب المحزور ده ببدأ اضغط على الحساب بالشكل ده عندك هنا الغاء الحظر على الفيسبوك ببدأ ان انا اعمل الغاء الحظر هنا الغاء الحظر الرسائل المكالمات عملنا الغاء حظر على الفيسبوك وكمان ضغطنا وعملنا الغاء الحظر للرسائل والمكالمات لان احنا كنا حظرين الشخص ده من الرسائل والمكالمات انا اضغط عليها كده الغاء الحظر وبضغط على الغاء الحظر هنا كده تمام هنا لو انا عايز احذر تاني بضغط على حذر رسائل المكالمات وبترجع الحذر تاني انا كده دلوقتي عملت يعني بمجرد ما بظهر لك الحذر رسائل المكالمات يبقى انت كده خلاص لغت الحذر بس كده عندك اي سؤالة واسطف صور اكتب ليك في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته